بعد ما طبعا يعني عملنا كل لحال حاليا بدنا نفوت على كل سويتش ونعمل الفيلانز او قبل ما نعمل الفيلانز على كل سويتش علشان نصير عنا فولي سويتد نتورك بدنا نوصل السويتش مع بعض بما اننا نوصل سويتش يعني سويتش مع سويتش من نفس النوية ننخذ كروس اوفر كابل ننخذ من عشرة على عشرة ومن هداعش فاصل اترنت على هداعش هدولة هدولة رح يحملوا البيانات او الداتا بين الفيلانز لما ننشئ يعني فولي سويتد نتورك وصير يتناقلوا الفيلانز بين بعض رح يصيروا هدولة عبارة عن سويتش واحد بهاي الحالة لما نصيروا سويتش واحد وينما انت تحط هوست مباشرة بس بتحدد انه هذا البورد تابع للفيلان و بتحط عليه الاي بي ادرس الصحيح وبتكون قادر على انك مباشرة يعني تتصل فيه حاليا بس احنا يعني بدنا كل سويتش نعمل فيه الفيلانز وارجيكم كيف ننقلهم كل هاتم على فيلان معينة بنعمل اه بس قبل ما نعمل فيجر تيرمينل لو شو شفنا شو فيلان بريف كل هاتم على فيلان واحد كل البوردز حاليا دك تعمل فيجر تيرمينل وتحكي بدنا نعمل انشاء للفيلان لي وان هندرد وفيلان تو هندرد وفيلان ثري هندرد فيلان وان هندرد رح تكون للسيلز وثو هندرد رح تكون للأش آر وثري هندرد رح تكون للمانجمنت بعدين بحكي انه الانترفيس اف اي هون ايش اللي بدي اياه يصير للترانك اللي هو عشرة سويتش بورت مود ترانك الترانك معناها جذع يعني تخيل الشبكة زي كأنها يعني شجرة هاي الشجرة وهاي الساق تبعها فالشجرة فيلها أوراق الأوراق مربوطة بفروع والفروع يعني تتجمع على الغصن والغصن بتجمع على جذع والجذع يعني يتصل بالساق تبع الشجرة ونفس الشي عندك الشبكة كل هدول عبارة عن برانشز يعني تفرعات واخر ايش اللي يحمل البيانات لسويتش ثاني او عن طريق الترانك فسويتش بورت مود الترانك بعدين بدك تحكي سويتش بورت الترانك بدك تسمح للفي لانز ايش الفي لانز اللي بدك تسمحها؟ بدي اسمح للفي لان وان هندرد تتنقل عبر الترانك والتو هندرد والثري هندرد بس هاد هو اللي انا بحتاجه اه بدي حاليا انتقل لسويتش اللي بعده بعمل انابل بعدين اه اللي هو الانترفيس اول اشي بدي انشاء الفي لانز مية وميتين طبعا انا بعمل اه ارو او سهم اللي الاعلى علشان اوصل الامر اللي قبل شوي ادخلته بقدر اعمل اكزيت وبقدر من هون كمان ادخل بس انا بحب يعني ادخل الامر بس انا بحب يعني ارجع عمل اكزيت لما اه بمناطق معينة انا كيف بعبي الامر كامل بكتب بدايته وبكبس تاب بس اكبس تاب بتعبى الامر كله انترفيس اف تاب فاص اثر نت زيرو سلاش اه بس هون يفضل اعمل رينج ليش لانه عشرة وهدعش اللي بيحملو ترانكس عشرة وهدعش اللي بيحملو ترانكس جايين وربعه طبعا اذا بدي اظهر الانترفيسز بحكي له شو بورت ليبلز ويكس هيا شافين دعش وعشرة فحاليا بدخل رينج اف اي زيرو سلاش تن داش الافين وسويتش بورت مود ترانك سويتش بورت ترانك اللاود فيلان مين المسموح لهم يتنقلوا عبر الترانكس وايكزت بنتقل للثالث وبعجي بحكي طبعا بدخل هون انا اليبل ايش الفيقر ترمينال انترفيس اف اي زيرو سلاش الافين سويتش بورت مود ايش المود اللي هو فيه وترانك ايش الترانك الاود فيلان مية مسموح لها وميتين وتلاثمية بحكي شغلي هون انه انا يعني بالعادة لو هون ألقيت نظرة كلهم موجودين على يعني one by default فأفضل اشي ايش نعمل انه ننقل كل الانترفيس ل لفيلان ثانية اللي هي فيلان 100 لانه هذا الاسويتش خلينا نغلقهم كلهم مرة واحدة نفتحهم من اول وجديد عشان يعني ترتبوا عندي تحت ما اتخربط فيعني لو شفت هنا حكينا انه كلاتهم موجودين على نفس الفيلان اللي بدي اياه بدي انقل كل الانترفيس وين على يعني بما انه صرنا عاملين configuration 10 و 11 بدي اعمل range شايفين هاي range عشان مجموعة الانترفيس fa0 عفوا الخمسة الاولانيين على فيلان 100 وكذلك بانتقل لهون بحكي له انترفيس fa اعفوا range عشان range من الانترفيس ليس زي ما عملنا بالترانك او الاشياء مثل هاي انترفيس range fa0 slash 1 لخمسة switchport mode access switchport access vlan 200 200 بانتقل للي بعضو هون بدي اجي ابدأه بدي range شوف اذا كتبت fa كمان بسد ما في مشكلة يعني بتكفي صفر one dash five switchport mode access switchport access vlan 300 احنا ما انشأنا هون ال vlan شايف مباشرة انشأ لي اياها بيضر علي انشأ vlan 100 و vlan 200 ايش كمان انا بدي هون بس ال trunc والانترفيس حاليا انا بهاي الحالة بكون انشأت يعني ال vlan صاروا هذول الثلاث عبارة عن switch 1 بس همه فيزيائيا ثلاثة switchات فلو شفت هنا يعني لو حطيت الماوس رح تشوف على ال colom الثالث انه صاروا على vlan 300 ولو رجعت هنا ملت control c و show vlan brief رح تلاقي انه عندك واحد في كل اللاي وشوف 100 صار فيها واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة مش واحد لخمسة هياتهم اه لو بدي او لا الفيديو اللي بعده منوصل يعني منشوف شو الفايدة منوصل اجهزة منحط اجهزة جديدة منوصل ومنوصل راوتر ونضيفه هون